بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم السلام عليكم اخواني اخواتي ان شاء الله بخير وبحوانيكم بخير حبيت لنظر الحذير على واحد الميديوهات لاحظت في مواقع التواصل اجتماعي رمي الطرق يستعملها الخالجيين في تلاعب استياد الفتيات الشمال الاخريقية خصوصا هنا في الجزائر اخواني لاحظت ان هناك بعض الخالجيين يدخلوا مجموعات كاميرا في داخل الفيديو يعني يصور داخل الكروسة ويمثل روحو زعماء انه يحب الجزائر وغير ذلك ويدير اغانية على الرائطة الجزائرية ويدير روحو زعماء يغني في الرائطة الجزائري زعماء يغني في الرائطة الجزائري وانه يعني يتكلم معه وهذا من الاساليب الخبيثة يستعملها خالجيين لاستياد الفتيات في تلاعب بهم كثير من الفتيات يعني يشوفوا هذا الشيء يعني يعني يقول لك يفهموا لغتنا وهذا من السمع وغنانا وفهمته هما غلط هما يعني يدير اللايف ويقوم بهذهك الطريقة ومن بعد يعني يستنى تعرف يدير التعرف مع الفتيات ولا حد كثير يعني هذي الطرق يستعملها خالجيا يعني أخرتها يبدأ يفضح يصورهم وفضحهم في مواقع إباحية وصراحة أن هؤلاء الخليجين عندهم طرق وعلى وعلى بزيزة في استيادة البنية خاصة أن يستعمل أسلوب الإغراء وما عندهم الأموال وعندهم الفيلات وعندهم السيارات وعندهم الذهب وهذه الأمور التي تجذب النساء أكثر فأكثر يعني مرة واحد خليجي كان يتعرف على فتاة كان يحاول يصيدها وما definitely أعطازيها قالوا ما أعطني الأموال وما لا أعطي لك الكرل من الحساب قال معاس أنت لم معانا كذلك وقالعادها أنها لا ننشأ العنوان سأقوم ب bekannt quizzes ثم أقوم ب Portugal سأقوم ب Belsa وكثيرات يعني يغروهم بالدراهم بخطرة الاولى يعني وبعد ما يذوق البلنة هذيك يبدغي بشوية باكستدرج بها حتى يجيبها يقولها رواحي الخليج وكذا وكذا ولا يهددها ولا رواحي الخليج تروح لي الخليج يعني ويدخلون في الدعارة يعني وهذه من اسالب مطرقهم يعني صراحة الخليجين صعب 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 في طرقهم في الاغراء يستعملون الاموال تحم هذيك في الاغراء فتيات وكثيرات من الفتيات اما قد اكشغلوا قدام المادة يطيحوا صراحة ان يعني هناك ممثلات اعلاميات هناك صحفيات هناك ممثلات هناك يعني تعروض الازياء تعمليكية جميع صراحة تطحوا في الفخ يعني تسمى الدعارة دعارة راقية يعني يعني يغريها بالاموال يعني يخليها يجعلها كوسيلة اللي يتمتع بها ويعطيها بالمقابل الاموال يعني يوفيض عليها بالاموال يخليها تتقبل ذلك الوضع يعني هذا شيء وهذه الدعارة راقية ذيك واعرة بالزيف يعني صعب فتاتيزم تكون عندها مبادئ بتتواجه هذه الأمور يعني بترفض هذه الأمور يعني يعني كشغل واحد يطيلك الفيلا والسيارة وكل شيء يقول لك مقابل كذا يعني انسان ضعيف بسرعة يقبل إنسان ضعيف طماعي فسرعة يقبل لكن إنسان اللي عندهم مبادئ يعني مستحيل الطحفية في فخهم لهذا هؤلاء يعني يستعملوا هؤلاء يعني هؤلاء أفسدوا الشعوب وأفسدوا دول بأموالهم القذرة وأنا أقولها وعيدها أفسدوا الشعوب وأفسدوا الدول بأموالهم بأموالهم لهذا بناتنا راه مستهدفات من طرفهم راه مستهدفهم في مواقع التواصل الاجتماعي وهناك تطبيقات تعالى التواصل الاجتماعي هاي تخرج في في الحوادف النقالة يعني يعني منتع هذا النوع تأس طياد الفتيات يارضوا عليهم الأموال مقابل تتعرى وكذا وفيها يعني بزيف سوالح يعني البنت يدخلوها باطل والشاب يزم يخلص بزيف سوالح يديروها يعني 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 تغري الفتيات وتوقعهم الفخ يعني يعني الفتاة يعطوها يعني حاجة مغرية كشغل هذيك الحشرة هذيك اللي تطيح في الصيد يعني تصيد هذيك النباتات اللاحمة هذيك ديلها يعني الريحة زاكية هكذا باش تجيك لما تدخل في هذيك الوردة اللاحمة هذيك تذكر عليها وتأكلها هاك ذاك نساءنا ولهذا راه من دينين فخاخ كبيرة على نساء وبناتنا يزم يكونوا بعليات وحاذيرات وصراحة ان شي مؤسف الله شي مؤسف على كل حال هذا ما عندي والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا